اهلا بكم شباب في فيديو جديد من دورة في الفيديو ده هنكمل كلامنا على الو و بي وهنكلام من حاجة جديدة اسمها السوبر كونس راكتر فدل الوقت كده تعال نبص على المثال انا كاتبه انا حلاقنا عندي كلاس اسمه هيومن يا شباب في بعض الاتريبيوتز هير كالر وهايت ويتس وعندي برضو كلاس تاني اسمه فوتبل بلاير والكلاس ده بيارث من الهيومن وعنده برضو مجموعة من الاتريبيوتز اسمها سبيد ونمبر اف جوتز حلو قوي فدل الوقت يا شباب فنفترض ان انا حابب جوة بتاعتي هروح انشئ واسميه مسلا سروت وحاليا سروت ده مش هحط في اي بيانات خالص فدلوقتي بقى لو انا حابب ببتدي حط في بيانات المفروض ان انا هروح اعمل للفضل بلاير طبعا وافتح سمي كولن ومن جوة كده جوة ممكن اقول زيز دوت النمبر اف جولز وكوما زيز دوت اي حلوة اوي فدلوقتي لو انا روحت فوق قلت له خلي بالك انا عايز بتاعتك بتساوي عشرة مسلا والنمبر اف جولز مسلا خمسين وحبيت اعمل بعدها بقوله اتباع لي سروت بس اتباع لي بتاعه وراحت عملت ران ليه الكود ده فزي ما انتشاف هيتباع لي نال طب ليه هيتباع لي نال لان حاليا الهير ماخدش اي قيمة هو مين اللي اخد قيمة طب دلوقتي لأ انا حبي ببتدي بقى ادي لمين للهير والهايت والويتس واحنا هلم في ده مش متاح لنا غير ان احنا ندي للنمبر اف جولز طب تعالى كده نجرب لو روحت عملت كومة مسلا وقلت زيز دوت مش انا ويرث الهير والهايت والويتس او ريتم طب لو عملت زيز دوت ممكن يزهرولي لأ مش هزهرولي للاسف لما بتعمل زيز دوت في المكان ده فانت مش بيزهر لغير القيم اللي عندك اساسا يعني هتظهر لك لانها موجودة عندك هتظهر لك لانها موجودة عندك لكن فمش هزهروا لك فبالتالي لازم تعمل الطريقة العادية اللي انا اقول له خلي بالك انا عايز منك مسلا وهيبقى نالابل هير كالر تمام تعالى خلينا في الهير كالر دلوقتي طب ماشي دلوقتي خلاص يبقى هو فهم على طول انه هيديني حاجة اسمها هير كالر وهتبقى طيب ايه طيب سترينج يعني لو روحت هنا قلت له بتاعك هيبقى مسلا فاعدي كده كودة قبل بس هل لو روحت عملت من الترمنال عند تحت هل في حاجة هتحصل لا مش هتحصل اي حاجة هتفضل بنال وده كلام منطقي ليه بقى لان حاليا الفاليو دي اتخزنت في المتغير الاسمه لكن ما تحطتش جوه الاتريبيوت الاسمه ما تحطتش طب المفروض احطها ازاي بقى بالطريقة العادية جدا كنت بفتح عشان ابتدي وكتب كود واقول له بقى جوه الكرر براكتز هيساوي الهير كالر اللي جاي لك شايف دي بقى لازم اعملها يعني نفعت استخدمها جوه الكرر براكتز بتاعة البادي لكن جوه اللي هو القوسين دول ما ينفعش استخدم مع اتريبيوت مش موجودة عندي جوه يعني لو تلاحس نفعت والنمبر نفعت الاتنين دول نفع معهم الكلام ده لكن الهير كالر ما نفعش ليه ما نفعش لان هو جاي من كلاس انا وارث منه لكن ينفع استخدمه جوه يعني جوه البادي اهو اللي هو ده ده بيتقال عليه البادي بتاع المثود او بيتقال عليه بتاع المثود اي ان يكون يعني ممكن تطلق عليه الاسم اللي رايحه فدلوقتي ممكن استخدم الفعل فيجيب لي كل سواء اللي وارثها او اللي عندي يعني هتلاقي موجودة موجودة طبعا لو استخدمت اللي زبيد وقلتولي حطلي اللي زبيد فده كده حاجة اسمها يعني ملهاش لازمة ليلة لان احنا عارفين ان زيز دوت زبيد على طول فكده بقوله خلي بالك انت هتديني حاجة اسمها زبيد هحطها في الاتريبيوت بتاع اللي هو اسمه زبيد تمام نفس الكلام في النمبر فاللين ده كده ملوش لازمة لان انا بالفعل عملته اعتبر في المكان ده لكن بقى مضطر اعمله مع مين مع الهير كالر ممكن اقوله زيز دوت الهير كالر بقى هيساوي الهير كالر اللي جاي لك فبالتالي بقى دلوقتي ممكن بالفعل ارا واحد عملت للكود دلوقتي يعني تعالى كده نعمل للكود هتلاقي قلك بلاك ليه بقى نفع المرات لان بالفعل القيمة اللي اخدها هنا على طول باعتها المين للهير كالر اللي هو ورثه من مين من الهيومن حلو اوي فدي كده الطريقة الاولى في ان انا ادي لاتريبيوت انا ورثها الطريقة التانية عن طريق استخدام حاجة اسمها سوبر كونستركتر لو انا مش حابب اكتب ده يعني حابب استخدم شورت كوت برضو فانا ممكن اعمل نقطتين وبعد كده اكتب كلمة اسمها السوبر وافتح قسينة والسوبر ده شباب ما هو الا بتعمين بتاع الهيومن يعني انا دلوقتي ممكن استخدم الهيومن عشان ابني الاتريبيوت دي يعني عشان ادي فاليوز للاتريبيوت دي فعلى طول يبقى عندي كده فاليوز للهير كالر فاليو للهير فاليو للواتس بس لو تلاحظ حاليا السوبر فاضي ما فيوش اي حاجة السوبر ده شباب ده كونستركتر يعني كان بالزبط كتبت كلمة كده هي هي بس احنا بنرمز ودلوقتي بكلمة ايه كلمة سوبر تمام يبقى سوبر هو بتاع مين بتاع الهيومن بس حاليا هو فاضي طب ليه فاضي لان حاليا احنا مش حطين كونستركتر جوه الهيومن كلاس اصلا لكن لو روحت جوه الهيومن كلاس وقلت له خلي بالك انهبني كونستركتر تمام وهقول لك انا عايز منك بالمنظر ده فدلوقتي بسهولة جدا ممكن اروح جوا السوبر بتاع وقل له خلي بالك بتاعك هيساوي اللي انت هتغضوه في بتعمين بتاع الفوتبول لير فلو انا روحت دلوقتي عملت بقى بالمنظر ده هنلاقي النتيجة هي هي هنلاقي النتيجة بلاك هي هي بالزبط نفس الكلام طب لو حابة بضيف ثانية هل هيبقى عندي هنا ثانية لا مش هيبقى عندي ثانية ليه لان حاليا ما فيوش غير ايه غير لكن لو حابة بضيف تانية لازم اروح بعد كده هقول له خلي بالك عندك حاجة تانية اسمها هايت هتحطها في الاتريبيوت الاسمه هايت بيبقى عندك هنا حاجة اسمها هايت لكن بص مسلا لو كتبت مسلا فهيفضل بنديك ليه لان مش موجودة لكن لو رحت كتبت على طول هيقبله تمام بس طبعا دلوقتي محتاج اقول في بتاع الفوتبول بلاير خلي بالك انا عايز منك وبرضا هيكون ايه هيكون يعني ممكن تكون كنتوا بايه بالنال تمام واقول الايه لهايت ده هتساوي الهايت ده هتساوي الهايت الجاي لك من ايه من الفوتبول بلاير طبعا لو حطيت كومة بعدها كده وعملت كده فالكود هتعمل له فورمات فيبقى شكله افضل وواضح فكده ايدي الشباب باختصار استخدام السوبر يبقى انا عندي طريقتين عشان نعدي اتريبيوتس ليه الهير كالوور هوى لهاية التريبيوتس اللي انا ورثى ياما استخدم البادي بتاع الكونسرابتor عشان اديها الفياليوز ياما استخدم السوبركنسترابتor بتاعي السوبركنسترابتور ما هو الى اللا كونسترابتور بتاع الهومن كلاس ده كده بكل بساطه هو السوبركنسترابتور يا شباب وبكده يكون الفيديو ده انتهت مانا chance فاتم الفيديو واست何اك الفيديو جاء ان شاء الله ومع السلامة